بتبدأ القصة بستة عجوزة اسمها هلجة قعدة في شقيتها وفجأة بتسمع أصوات في الحيطان وبتخاف جدا وبعد ثواني بتنسى وبتكمل البلوفر تريكو اللي بتعمله لحفيدتها شارلوت والصوت بيرجع تاني فبتقوم بسرعة تتصل بشركة إبادة الحشرات وبتقول لهم إن عندها فرانك كتير في شقيتها فالموظف بيطلب منها اسمها والعنوان وبتبقى كتباهم على ورقة قدامها وهنا بنعرف إنها مصابة بالزهايم والشركة بتبعت لها موظف اسمه فرانك ولما بيوصل بيستغرب لما بيلاقي عربية خاصة بشركة إبادة حشرات تانية بس بيدخل البيت وبيلفت نظر ومادة لازجة نزلة من فتحة التهوية وبتبقى ريحتها وحشة جدا وبيروح يخبط على شقة هلج ولما بتفتح له بتبقى ناسية إنها اتصلت بيهم أصلا وبيحاول يفكرها بس من غير فايدة لحد ما بيسمعوا صوت وساعتها بتوافق إنه يدخل وبيروح للقودة اللي جاي منها الصوت وبيلاقي دم على الأرض ووصل لحد فتحة التهوية فبيبص جواها وبيتفاجئ بجسط موظف الشركة اللي عربيته برا وفي اللحظة دي بيظهر له كائن وبيهجمه فبيفضل يسرخ وهلجة بتبقى شايفة والكائن بيسحبه جواه فتحة التهوية ومع ذلك ما بتتحركش من مكانها وفي ثانية بتنسى كل اللي حصل وبتوقع تترجع التلفزيون ولا كأن أي حاجة حصلت وعلشان نعرف سبب اللي بيحصل بترجع بين الأحداث الأربع طيان فاته وبيكون فيه عصفة تلجية جديدة وبينزل جسم غامض من السمع على عمارة هلجة وبيقع على بيت لعبة في قودة أختها جونتر وبنكتشف إنها بيضة شكلها غريب بيخرج منها عنكبوت صغير وفي نفس الوقت بنشوف شارلوت وهي بتتسحب وتدخل قودة جونتر من فتحة التهوية علشان تاخد لعبة من ألعابها اللي محتفظة بيها من زمان وبنعرف إن شارلوت سكنة في نفس العمارة وفجأة بتلاقي العنكبوت الصغير بيمشي على إيدها وهي بيبقى عندها هوية تجميع الحشرات فبتوضوا في علبة كابريت وأول ما بتسمع صوت جونتر جاي ناحيتها بتجري تخرج من فتحة التهوية تاني وجونتر بتشوف الفتحة اللي حصلت في البيت اللعبة بتاعها وتتعصب جدا وبتنادي على إيثن جزء أم شارلوت وبتزعع معالها إنها بتبقى متأكدة إن شارلوت هي اللي دخلت قدتها وعملت كده وهو بيحاول يهديها فبتقوله إنه لو مش عارف يربي شارلوت هي هتربيها بمعرفتها وبتسيبه وبتمشي وشارلوت بتبقى شايفاهم وبترجع لقدتها بسرعة وبتحط العنكبوت في برطمان إزاز بيتخل لها إيثن وهو متضايق ومتعصب وبيسألها إذا كانت راح تشاقت جدتها ودخلت قدت جونتر ولا لأ فبتجدب وبتقوله إنها ما خرجتش من قدتها لكن هو بيبقى متأكد إنها راحت لهناك وبتجي له مكالمة فبيسيبها وبيخرج وهي بتعمل سيرش على النت علشان تعرف نوع العنكبوت اللي معاها لكن ما بتوصلش الحاجة فبتقرر إنها تسمي ستنج وفي اللحظة دي أمها هيتر بتنادي عليها وبتقول لها تخلي بالها من أخوها الصغير لحد ما تروح تشتري حاجة وهترجع على طول بس شارلوت بتدائي وبتقول لها إنها مش فاضية وعندها حاجات كتير تعملها فبتوضح لها أمها إنها كبرت ولازم تشاركها مسئولية أخوها وبتسيبها وبتخل وشارلوت بتسيب أخوها وبتدخل قدتها علشان تكمل القصة اللي بتكتبها وبنعرف إنها بتكتب قصص أطفال وبيجي لها رسالة على التليفون بنعمة معينة وبعدها بتشوف حشرة وبتمسكها وبتستغرب لما بتلاقي ستنج واقف ناحيتها وبيعمل نفس نغمة الرسالة فبتحس إنه عايز الحشرة وبسرعة بتحطها معاه في البرتمان وبتسمع أخوها بيعايد فبتبص عليه بترجع تبص على ستنج وبتصدم لما بتلاقي أكل الحشرة وحجمه كبر شوية وفي نفس الوقت بيكون إيثن عند جاريتهم ماريا بيصلح لها حوض المطبق وبنعرف إنه بيشتغل أكتر من شغلان علشان يقدر يصرف على عيلته ماريا بتشكره وبتنصحه يخلي باله من عيل وده لأنها مفتقدة لجو الأسري بعد ما جزها وأولادها ماتوا من فترة وبنرجع لشارلوت اللي بتبقى مبهورة بصديقها الجديد ستنج وعملها تستضل في حشراته وتدهاله وترقبه هو بيفترسها بقوه وبينزل إيثن للقبو علشان يصلح مفرمت القمامة وبعد معاناة بينجح إنه يصلح وما بيسدى يطلع عشائته وهيثر بتفتحله تدي له ابنهم علشان تروح تطمن على أمها وبتلاقيها قاعدة مع جنتر فبتخدها علشان تنيمها وهيلجا ما بتبقاش فاكرها زي كل يوم وهيثر بتتكلم معاها وبتفكرها إنها بنتها فبتفتكر هيلجا وبتقولها إنها عملت لشارلوت بلوفر علشان يحميها من البرد فبتشكرها هيثر وبتقوم تجيبه لكن بتلاقي الدرج مليانة في تلين وريحة البلوفر وحشة جدا وفي الوقت ده شارلوت بتكون قلقانة فبتروح لإيثن وبتلاقيه بيرسمه وبنعرف إنه رسم قصص مصورة وهو اللي بيرسم لشارلوت الشخصيات اللي في القصص بتاعتها وبتقوله إنها عايزة تعدل في شخصية معينة في قصتها فبيسيبها تغير الرسمة اللي هو رسمها وبتشوفهم هيثر وبتبقى مبسوطة لأنها عارفة إن علاقتهم ببعض مش أحسن حاجة وبعد شوية إيثن بيمسح التعديل اللي شارلوت عملته وبيروح قضيتها بس ما بيلاقيهاش وبياخد باله من الرسمة هي رسمها العنكبوت ضخم ومع بنت صغيرة وبيشوف العنكبوت في البرتمان وهنا بتدخل شارلوت وبتقوله مالوش دعوة بخصصيتها فبيضحك لأنه معجب برسمتها تسأله لو كان مسح التعديل اللي هي عملته فبيقولها إنه فعلا عملك فبتزعل منه وبتلفه الشهة وبتقوله يسيبها علشان عايزة نام وبالليل والكل نايم بنشوف استينج بيفتح البرتمان وبيخرج وبيدخل في فتحة التهوية وبيوصل لشاءة هلجة بيشوفه البغبغان بتاعها وبيخافه وبيفضل يعمل صوت لكن محدش بيسمعه وتاني يوم شارلوت بتفتر وموها بتطلب منها تلبس البلوفر اللي جدتها عملته لها مخصوص فبترفض لأن الهدوم اللي جدتها بتعملها ريحتها نفتلين وهي بتكره ريحته وفجأة بيسمعوا صوت سيريك جونتر فبيجري ايثن بسرعة عليها وبيتصدموا لما بيشوفه البغبغان ميت بطريقة متوحشة وبتشوك جونتر إن الفران هم اللي عملوا كده وبتتصل بشركة إبادة الحشرات علشان تيجي ترش المكان وبيروح لهم فرانكو وبتبقى دي أول مرة يروح شقة هلجة ولما بيشوف البغبغان بيعرفهم إن مستحيل الفران يكونوا موتو بالطريقة دي وبيأكد لهم إن ممكن يكون العمل كده حيوان وبيبتدي رش البيت وفي الوقت ده ستينج بيعمل صوت النغمة فشارلوت بتعرف إنه جعان وفعلا بتقوم تجيب له حشراته وبياكلها وبالغلط بتقع كرة نفتلين جنب البرطمان والعنكبوت بيحرك البرطمان علشان يبعد عنها وساعتها وشارلوت بتفهم إنه خايف منها وبتتصدم من حجمه اللي كبر أكتر وبيكون فرانك رش البيت كله ورايح رش قدتها لكن هي بترفض علشان استينج ما يتضيقش ولما بيسألها مين استينج بتورهوله فبيستغرب من حجمه وبيعرفها إن العنكبوت مش حيوان أليف علشان تربيه وبيمشي وبالليل استينج بيخرج من البرطمان زي كل يوم وعن طريق فتحة التهوية بيوصل لشقة مرية وكلبها بيشوفه وبينبح علشان يحذرها لكن هي بتبقى شربة وبتخرجه برا القوضة علشان ما يزعجهاش وبتروح تاخد دواء الاكتئاب بتاعها وبتمسك صورة عيلتها وبتعيط وفاجأة بتلاقي استينج لزق في وشها وبتتجرح وبتقوم بتدخل الحمام وهي تعبنة جدا وبطوعة على الأرض وستينج بيدخل في بقاها وبيمشي جوه جسمها وتاني يوم الصبح شارلوت بتسأل أمها عن جرهم إيريك وبتعرف إنه باحث في علم الحشرات فبتروح له وتطلب منه وساعدها ويدلها حد سمك فاضي علشان تحط العنكبوت بتاعها فيه وهنا بيستغرب إيريك من كلامها جدا فبترمي حشرات الاستينج وبيأكلها في ثانية وحجمه بيزيد وبتأكد له كلامها فبيرد عليها إنه يدلها حد هدية مقابل إنها تسيب له استينج كام يوم علشان يدرسه ويعرف البيئة المناسبة اللي يقدر يعيش فيها فبتوافق وتشكره وتمشي وفي الوقت ده إيثن ومراته بيبقوا في البيت وبيسمعوا صوت جاي من فتحة التهوية فبيشيل الغاطة وبيلاقيه كلب مريه وبينبح كأنه عايز يقوله حاجة فبيأخده وبيطلع يخبط على أشاقتها علشان يرجعه لها لكن محدش بيفتح له فبيقلق وبيفتح بالمفتاح اللي معاه وبيكون معاه نوسخ من مفتيح شواء المبنى كله بصفته شغال حرس للعقار كمان وبيتصدم لما بيشوف جزتها في الحمام وبسرعة بيبلغ الشرط ولما بيوصلوا بيحققوا معاه فبيقولهم إن من بعد موت جزها وأولادها وهي عندها حالة اكتئاب وممكن تكون هي العملت كده في نفسها وفي اللحظة دي إيريك بيتصل بيه علشان عايزه ضرور ولما بيروح له بيعرفه إن شارلوت مربية عنكبود غريب واحتمال يكون سام وإنه عمل أبحاث كتير عن الأعناكب وعمره ما شاف زي العنكبود ده أبدا وبيتخضي إيثن لما بيشوف استينج وبيطلب من إيريك إنه يتخلص منه وبينزل يزع على شارلوت لأنها كانت ممكن تعرض حياتهم للخطر فبتتعصب وبتقول إيثن إنه أب فاشل ودايما بيقف قدام الحاجة اللي بتفرحها ولو أبوها الحقيقي ما كانش يسفر كانت هتروح تعيش معاه فبيدايمن كلامها وبيعرفها إن أبوها عايش في نفس المدينة اللي هم فيها وما فكرش فيهم إنه يشوفها أو يسأل عليها فبتصدم من كلامه وبتعايت وهي بتبص الأمها اللي كذبت عليها وبتجري على وضطها وأمها بتلوم إيثن لأنها خايفة على نفسية بنتها وبنشوف إيريك بيفضل يأكل استينجو بيلاحظ قوته وشارسته وبعدها بينام وبيكون حطه في حط سمك فاضي وقافل عليه والغريب إنه حجمه بيكبر جدا لدرجة أنه بيكسر الحوض وبيروح يدخل في فتحة التهوية وفي نفس الوقت جونتر بتلاحظ إن قطتها مش موجودة وبتقوم تدور عليها بتسمع صوت جاي من ناحية فتحة التهوية فبتدخل تشوفها وفجأة بتتسحب هي كمان وساعتها بيكون إيثن متعصب من اللي بيحصل في حياته وبيكسر شاشة التلفزيون فبتطلب إيثن من بنتها تاخد أقوها وتدخل الأوضة وبتفهم إيثن إنه ما ينفعش ينفعل بالشكل ده قدام الولاد وإلا هتضطر تنفصل عنه وتاخدهم وتمشي وفي اللحظة دي بتلمح استينج في السقف وبتسرخ فبيهجم عليهم هما الاتنين وبيسحبهم جوه فتحة التهوية وبتبقى شارلوت حطة سماعاته ومش حاسة بأي حاجة بعكس الكلب اللي بيحس بالعنكبوت وبيقف قدامها وبينبح فبتفتكروا جعانه وبتشيل السماعات وبتقوم تجيب له أكل وهي بصة في الموبايل وبتلاقيه مش مهتمة بالأكل ولسه بينبح فبتاخد بالها إن أمها وإيثن مش موجودين وغطى فتحة التهوية مفتوح وبنشوف إن إيثن وهيثر جوه شبكة العنكبوت ولسه عايشين وبتخاف شارلوت وبتحاول تفتح الباب أو الشباك وللأسف بيكونوا مقفولين وبتسمع صوت الكلب فبتجري تطمن على أخوها بس ما بتلاقيش الكلب وبتفهم إنه تسحب هو كمان وبتسمع النغم اللي بيعملها ستنج جاية من فتحة التهوية والصوت بيعلع وبيقرب منها فبصرعة بتقفل فتحة التهوية وبتستوعب حجم المصيبة اللي عملتها وبتسرخ بس بتسمع ستنج رايح نحي تاخوها فبتجري عليه علشان تنقذه لكن بتلاقي ستنج أخذه وبتترعب وما بتبقاش عارفة تعمليه وفجأة بتفكر إن ستنج كان بيخاف من النفتلين فبتلبس البلوفر اللي جدتها عملته لها وبتعمل محلوله وبتحطه في مسدس مية وبتدخل جوه فتحة التهوية وبتدور على عيلتها وبتفضل ترش في المحلول علشان ستنج ما يقربش منها وبتشوف الكلب وهو ميت وبتتصدم وبتكمل طريقها وبتوصل لشقة إيريك والمصيبة إنها بتلاقي جسيته في شبكة الانكبوت فبتحاول تتماسك وبتروح لجدتها وبتستغرب إن ستنج ما حاولش يعمل لها أي حاجة بس لما بتشم هدومها بتلاقيها كلها نفتلين فبتفهم إنه معربش منها بسبب الريحة وعلى طول بتاخد كل النفتلين اللي افشائت جدتها وبتعمل محلول مركز وقوي وبتحطه في أيزيز وبتغرق نفسها منه وفجأة بتسمع صوت إيثان وهو بيطلب المساعدة فبتجري ناحية الصوت وهي فرحانة إنه لسه عايش وبتحط من المحلول على شبكة الانكبوت وبتدوبها وبنشوف فرانك وصل لبيت هيلج علشان يرشه وده المشهد اللي شفناه في أول الفيديو وإيثان بيسمع صوت ابنه وبينادي عليه فبينتبه استنجليه وبيلقه قرب منهم فبيترعبه وبيقعه منفتحة للبادروم وهو بينزل وراهم وبيقرب من شارلوت وقبل ما يخلص عليها إيثان بيلحقها على آخر لحظة وبيرشه بالمحلول فبيخافه وبيهرب وشارلوت بتنهاره وبتعتذر لإيثان لأنه هي السبب في المصيبة اللي هم فيها وبيتفاجئ بفرانك بيقعه قدامهم وهو مجروح ولما بيعرف إن ده نفس العنكبوت اللي كان مع شارلوت بيتعصب وبيسمعوا صوت استنج جاي نحيتهم وفرانك بيتوتر فبيطمنوا إيثان بأنهم معهم محلول بيحميهم لكن فرانك ما بيقتنعش بكلامه وبيضرب بمسدس المسامير بتاعه في اتجاه استنج وللأسف ما بيحصلوش أي حاجة وبيسحف فرانك لفتحة التهوية وبيخلص عليه وبيطلب إيثان من شارلوت إنها تصغ فيه وبياخدها وبينزلوا لمكان فرم القمامة والمفاجأ إنهم بيلقوا إيثان وابنها جوه شبكة العنكبوت قدامهم فبيرش إيثان عليهم آخر إزازة محلول معاه وبيسيح الشبكة وبيخرجهم وبيحضرهم هو فرحان إنهم لسه عايشين وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت استنج جاي نحيتهم فبيدوس إيثان على الظرار المفرمة لكن ما بيكونش متوصل بالكهرباء فبيروح بسرعة يوصلها وبسبب إن إيده مبلولة بيتكهرب تبقى شارلوت مضغزة جدا من استنج فبتدوس على زرار الباب الحديد وبينزل على استنج وبيموته وبيخلصه من الكابوس اللي هما فيه وبتحاول هيثر تسعف إيثان وتعمله إنعاش لقلبه وشارلوت بتبقى خايف عليه وبتتمنى إنه يعيش وما يسيبهمش لوحدهم والحصن الحظ إيثان بيفوق فبتفرح شارلوت وبتجري عليه وبتقوله إنها بتحبه وبتنديل أول مرة بكلمة بابا وهو كمان بيفرح وبيحضنها ومحدش منهم بياخد باله إن فيه بيت كتير جدا بيخرج منه عناكب وبيبقى واضح إن الحكاية لسه ما انتهتش لو عجبكم الفيديو يلا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات اعملونا لايك وشير علشان يوصلوكم مننا كل الفيديوهات الجديدة اشتركوا في القناة